اليمن ليست للبيع ولا للشراء هكذا خطب وزير النقل صالح الجبواني السعودية مؤكداً على أن اتفاقها الذي صاغت في الخامس من نوفمبر الجاري بين الحكومة والانتقال سيكون مصيره الفشل وقد شن الجبواني في تصريحات لقناة الجزيرة هجوماً قوياً على المملكة حيث اعتبر أنها لا تعرف بعد من هي اليمن وتريد تكرار تجاربها الفاشلة مع الحوثي على عدن والمناطق الجنوبية الأخوان السعوديين يبدو أنهم يحتاجون إلى فترة طويلة جداً ليعرفوا من هي اليمن وما هي اليمن إذا كان الفشل واجه التحالف على الساعة الشمالية وعلى الحدود مع الحوثيين يعتقدون أنهم ينجحوا بعدها بهذه الطريقة يفرغوا الدولة من كل محتوى ومن كل عناصرها ومن كل قوتها ليسلمواها إلى الشلال من المرتزقة وآتت تصريحات الجبواني في ظل تعقيدات تقف أمام عودة الحكومة لعدن منها الغموض الذي يكتنف طبيعة القوات التي ستقوم بتأمين عودتها الأمر الذي دفع وزير النقل إلى تحذير رئيس الوزراء معتبراً عودته بمثابة شراكة في انقلاب غسطسة وخاطب الجبواني معين عبد الملك قائلاً كيف يمكن أن تعود تحت علم غير علم اليمن وحماية قوة غير قوة الدولة سمعت أن رئيس الوزراء متحمس للعودة لكن سيعود تحت علم غير علم البلد سيعود بحماية قوة غير قوة الدولة سيكون شريك في الانقلاب صراحة إذا عاجب هذه الصفة سيكون شريك في الانقلاب وهذا الأمر لا يليق به التاريخ لا يرحم بالنسبة للجبواني الذي يقود والميسري اعتراضاً صريحاً من داخل الحكومة على اتفاق الرياضة كونه يؤسس لوضع جديد يجعل من الذين سماهم بالمرتزقة في الانتقال هم الشرعية ومن الذين دافعوا عن الدولة متمردين وهو ما يجعل من عودة الحكومة غطاء لمشروع إقليمي يهدف لتفتيت اليمن وتقسيمه نحن على أرضنا وأرضيتنا صلبة وأقدامنا صلبة ولن نستسلم هذا الاتفاق سيكون مصير الفشل لكن هذا المشروع التفكيكي الذي يعد اتفاق الرياض مدخلاً لتنفيذه لن يكتب له النجاح بنظر الجبواني فاليمن كانت ولا تزال أرضية صلبة وقد اعتبر مراقبون تصريحات وزير النقل إلى جانب تصريحات وزير الداخلية بمثابة مقدمة لخلق تيار وطني جديد داخل وخارج الحكومة ضد السعودية هذه المرة ما يضع الاتفاق السعودي على حافة الفشل المبكر